بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا الجزء العملي لحل المسائل من مقرر مقاومة المواد واختباراتها Strength of Materials and Their Testing معكم الدكتور أمير بن محمد القسنطيني نبدأ الآن في حل المسائل المرتبطة بالمحور الثالث والذي بعنوان Actually Loaded Members الأجسام المحملة محوريا ونبدأ بشرح المسألة رقم واحد معطى هنا هذا السولد مكون من Two Cylinders AB و BC AB بقطر 30 مم وطول 1200 مم BC بطول 800 مم لكن D غير معلومة وهي مطلوبة في السؤال المعطى طبعا قوة السحب أو قوة الشد B بقيمة 58 كيلو نيوتن اليانكس موديلس 105 جيجا باسكال ومعطى أيضا Total Deflection أو الاستطالة الإجمالية تكون في حدود الثلاثة مم للنقطة C مطلوب في هذه الظروف للسؤال الأول حساب القطر D على الجزء BC طبعا Total Deflection هي الدلتا في النقطة C تساوي الدلتا AB زائد الدلتا BC تساوي 3 مم الدلتا AB حسب قانون هوك ودلتا BC قانون هوك يقول أن الدلتا دفلكشن تساوي القوة ضرب L تقسيم الأريا كروس سكشن ضرب اليانكس موديلس نطبق قانون هوك بالنسبة للجزء AB و BC القوة هي نفسها على AB و BC قوة الشت تساوي 58 كيلو نيوتن نقوم بتطبيق القانون هوك للجزء AB يساوي PAB ضرب LAB تقسيم A section AB ضرب اليانكس موديلس يساوي الدلتا AB تساوي 0.9377 مم ومن هنا نستنتج أن الدلتا BC تساوي Total Deflection التي هي دلتا C ناقص الدلتا AB التي حسبناها الآن تساوي 2.06 مم قانون هوك نطبق أيضا بالنسبة للدلتا BC لكن كل المعطيات موجودة عندنا ما عدا القطر وهو محور السؤال هو اللي نبحث عنه فالدلتا BC حسبناها من قليل منذ قليل تساوي 2.06 مم وعندنا الـ D مجهول نسحب الـ D ونقوم بحساب الجذر التربيعي فيكون معنا D يساوي 16.52 مم هذا ماذا؟ هذا الـ D على BC قطر الجزء BC السؤال الثاني نبحث عن الـ P المسموح بها أكبر قيمة لقوة الفورس قوة الشد المسموح بها في هذه الظروف لو كان المسموح به للإجهاد هو ومية وستين ميجا باسكال أيضا الشرط الثاني أنه الاستطالة على النقطة C يعني الإجمالي لا تتجاوز الأربعة مليمتر بالنسبة للألاوبل ديفليكشن سيجما ألاوبل هي السيجما في النقطة C تساوي total دلتا AB زائد دلتا BC في الحقيقة تساوي أربعة مليمتر حسب هذا الشرط في هذا السؤال كم تساوي إذن قيمة الـ P معانا أربعة مليمتر تساوي دلتا AB زائد دلتا BC ونعوذ كل من دلتا AB ودلتا BC بقانون هوك فيكون معانا أربعة تساوي الـ P مجهولة ومعطى طول الـ AB ومعطى القطر هنا لحساب الأريا أيضا معطى الجيجا باسكال أما على الـ BC فمعطى الثمانمية التي هي الطول معطى أيضا القطر D 20 مليمتر بالنسبة للـ BC في هذا السؤال فنقوم بحساب ماذا نقوم بتعويض أيضا بالجيجا باسكال لليونكس موديلس أيضا القطر الـ BC لحساب الأريا ثم نسحب المجهول اللي هو الـ P P تساوي هذه المعادلة كلها نقوم بالحساب نتحصل على P تساوي 68.8 كيلو نيوتن بالنسبة للـ اللوبل سترس يساوي 160 ميجا باسكال بناء على اللوبل سترس نقوم بحساب الـ P اللوبل الفورس المسموح بها على الجزء AB وعلى الجزء BC بالنسبة للجزء AB نتحصل على أنه طبعا نطبق قانون سيجما تساوي فورس على أريا ثم نسحب الفورس كم تساوي بالنسبة للجزء AB نتحصل على أنه P تساوي كم؟ تساوي 113.1 كيلو نيوتن أما على الجزء BC فنتحصل على أنه P تساوي 50.3 كيلو نيوتن طبعا يتم اعتبار أصغر قيمة لحفاظا على السلامة نختار أنه P تساوي 50.3 كيلو نيوتن